انت راهنت على الزمالك انه يكسب المباراة أسباب رهانك إيه؟ إيه سكتك؟ جات منين ان الزمالك يقدر يكسب الأهلي في المباراة دي قبل ما تبدأ؟ بداية الزمالك كان فمطش الكاس الزمالك والأهلي مع جميز حالة الاندماج والكيميا كانت لم تكتمل بعد فأنا لما حتى سئلت مرضيتش أرد رد في رهان ليه؟ لأنه شايف لكن العناصر اللي دخلت الزمالك مميزة لكن مش معنى ان عنصر دخل مميزة ان انت كسبت فهم كرويا العنصر لما يخش جديد عبدالله السعيد دخل ناصر مهر دخل محمد شحاتة دخل أحمد حمدي كل دي لعيبة مميزة قوي تدي شيء من الفقل وبالذات كلهم داخلين منطقة نص الملعب فجأة منطقة نص الملعب نادي الزمالك بقت من منطقة يعني عشوائية أحيانا لمنطقة مليانة عقول عندها أفكار هجومية ومليانة عقول تقدر تصنعلك فكرة عجمة فواو لكن الاندماج بتاعها لم يكتمل كان في المطش فالمطش ده لما راه انت قلت ان الفترة المعايشة العيشة الفكرة الكلام ده صدقني ده بيفرق معلقة الكورة الكيميا بتتركب مظبوط الأفكار بتتزبط كل واحد يعرف قدراتي التاني وقدراتي الآخر فظهروا بالشكل ده لكن متيبة ده بقى لما نزل كان بالنسبة لي خارج برا النص وخارج برا حاجة لكن تختلف تتطفق على الولد الولد من ناحية الزكاء بتاع متيبة ده كان غير عادي زي يعرف يقفل على معلول يقفل خطوط التمرير لمعلول يقفل خطوط الأوفر الولد كان زكي قد يكون مش مميز هجوميا مش شفنوش هجوميا حتى الفرصة اللي راح بيها استعجل حاب يبين نفسه قوي السخة دي جسمه آه طبعا لكن أداءه كان مقبول وجدا لكن خلينا نتكلم ده كان أسباب رهاني على أن دول حينزلوا بالاكتمال ده بالندوق ده وفعلا لو لا أن طريقة جميز أنا مش عايز أنتقد الزمالي الكسب لا بدننتقد طريقة جميز في بداية المباراة وده كلام ما تقلش ابتدوا عمل زون في منطقة معينة في الملعب وفي ده إدى نفس للنادي الأهلي ما ضغطش عن نادي الأهلي في الأهلي ابتدى 25 ديئة معدوش ضغوط ما لقاش أي ضغط اللي يوتروا مع أنك أنت يا جميز كان لازم تبتدي توطر لعبت الأهلي إن هم كتير قوي لأهلي نقص لعبته سبعة وسبعة مؤثرين لهم معنا جوه الملعب في إزاي يا جميز ما تستغلش ده إن إنت تعمل عملية ترعب اللعبت الأهلي ترهبهم كرويا تجيب لهم ضغوط نفسية تحسسوا منهما مش عارفين يخرجوا ده أنت روح تساب لهم ده ولعبت زون من 10 متر قدام نص الملعب و10 متر ولا 20 متر وراء نص الملعب شوه وده إدى نفس للأهلي وده جديدة بالعكس أنت دايما لما تلاقي قسمك مهتز نفسيا أو مهتز أو غير مختلفة يضغط عليه فجأة الأهلي تفوق وقد أدى أداء لولا بقى كم كرة لحد ما حصل تحول لأن عبدالله سعيد عائل قوي ونص المال اللعيب كرة قوي اده للتزان وزي ما قلت إصابات كتيرة في الأهلي الزمالك بقى تبتدي المراوء ويصيب زيزه فعملت بالانس جوه الملعب نفسي إذا كان ده اللي بيفقد الميزان لنادي الزمالك فإنت النهار ده فقت ده بين الشوتين كمان أحمد فتوح بيخرج الإصابة وبعدين فتوح يعني هرقبيض فإنت الميزان بقى مظبوط للملعب الفرقتين قد بعض من نواحي كتير صحيح لكن التغييرات بقى جميز أرهقتني كمان إن أنت تشيل عبدالله سعيد وتشيل بقى عبدالله وإحمد حمدي مع بعض وإحمد حمدي فجأة بتقلل المنطقة دي بس بصراحة دونجا في المطش ده ما خدش حقه أيوة دونجا العيد يستحق حق قوي إنه كان عائل قوي ومتزن جدا وراكز جدا وهادي قوي بصراحة دونجا عمل مطش غير عادي يعني هو فعلا لو لن الجزيري جاي من منطقة وحشة قوي اللي هو منطقة إن الناس مش مصدقات إنه هو فروت الزمالك ومهزوز في علاقته بالزمالك واللعيب القرى زي ما ابتدنا بني قدمين إحنا بني قدمين طبعاً في الشعور بتاعهم كده صحيح في الهزة بتاعت النفسية بتاعت الجزيري في مدخلها المطش متحان مش مدخلها يلعب كورة مهدخلها متحان بدغوط لامتحان إنه هيقدر يعمل حاجة ولا لأ وبعدين الناس يقولك يا عم سامسون أحسا والناصر مش عارف إيه في ضغوط يوم الولد يجيب لك جون مهم ويعمل قدرات يعني أنا بالنسبة لي خارقاً يقول لوحده في معظم الأوقات فيه انفصال في الخطوط حصلت في النادي الزمالك فهو اللي بيعمل كونتر أتاك أحياناً كتير لوحده الهجم المرتد الوحد طبعاً لكن الولد كان بطل طبعاً والمساحات طلع هو ولد من عاشق المساحات استغلالها حل بشكل رائع بشكل رائع طيب